اشتركوا في القناة 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 هناك اجرى بعض الجلسات علشان عصب الاتزان اللي تأثر بشكل كبير خلال الفترة القادمة وكابت المحمود الخطيب شغال برضو وهو موجود في الاجتماع النهاردة وهو خلال فترة اللي جاية اوسط دكتور هناك بعمل ما يقرب من عشرين جلسة لعصب الاتزان اللي تأثر بشكل كبير علشان كده كابت المحمود الخطيب ممكن واحتمال كبير بنسبة كبيرة خلال الفترة القادمة ممكن يرجع مرة تانية لفرنسا علشان برضو يتابع الفحوصات والاشعات ويشوف موضوع الاتزان ويشوف موضوع الدخب نتمنى له الف سلامة وبنقول له الحمد لله على السلامة وهو النهاردة تابع يعني عملية الاوسير العمل في قطاع النشئين اللي ماشي بخطة سابتة